محافظ صلاح الدين يبحث مع المسؤولين في وزارة الكهرباء خطة مشتركة لحماية أبراج التقطة من العمليات التخريبية مراقبنا يسألون سياسي الوجه الآخر عما قدموه للنازحين والمناطق المدمرة غير بكاء الانتخابات أهالي صلاح الدين يسجلون حضوراً متميزاً في منافذ لقاح كورونا والصحة تنفي وجود نقص للأكسجين في مستشفاعة المحافظة وبغداد تصديف قمة الجوار الأقليمين هات الشهر الجاري ومراقبون يتحدثون عن مصالحات بين تركيا ومصر والسعودية وإيران إلى تفاصيل هذه النشرة أهلاً بكم وصل محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل متابعته لملف الطاقة الكهربائية وما تتعرض له من استهداف ممنهج من قبل الإرهابين والمخربين وأكد المحافظ خلال مباحثات أجراها مع كبار المسؤولين في قطاع الكهربائي أهمية أعطاء موضوع تأمين أبراج الطاقة أولوية مطلقة من خلال إعداد خطط أمنية محكمة تشارك فيها القوات الماسقة للأرض وأبناء العشائر لإيقاف هذا المسلسل الذي يستهدف البنى التحتية والتأثير على الحياة الاجتماعية والاقتصادية وحملة الأعمار في صلاح الدين مؤكدا تسخير كل إمكانيات المحافظة لدعم جهود تأمين أبراج نقل الطاقة كشفت وزارة الكهرباء عن حرب معلنة تجري في مدن عراقية مختلفة وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي إن ما تتعرض له أبراج الطاقة الكهربائية من عمليات تفجيرا في مختلف المدن العراقية ليست هجمة شرسة فقط وأنما هي حرب معلنة على خطوط نقل الطاقة والبنى التحتية لوزارة الكهرباء جميعها تتعرض لدمار شامل بسبب هذه الحرب مبينا أن الحرب المعلنة التي تحولت من العسكر إلى الكهرباء هدفها إيذاء المواصنين وحرمانهم من طاقة الكهرباء وعزل المحافظات بعضها عن بعض قال عضو لجنة الأمن والزفاع نيابي عضل خالق العزاوي أن السياسة والفساد يمثلان سبعين بالمئة من أسباب تفجير أبراج الكهرباء في العراق وأضاف أن تفجير أبراج الكهرباء لن يتوقف ما دمت هناك أجندة سياسية خبيثة مستفيدة من عمليات التخريب بالإضافة إلى تدفق أموال طائلة في جوب الفاسدين خاصة مع تأكيد بعض المحافظين بأن بعض المقاولين يقفون مع ساعات الفجر الأولى أمام الأبراج المدمرة لغرض إعادة تصليحها بعشرات الملايين من الدنانير وأكدا أننا نعتقد بأن من يفجر برجا هو أخطر من الإرهابي ويستحق الأعدام فورا تنوي قيادة العمليات المشتركة استخدام الطائرات المسيرة في حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية مع تصاعد استهدافها مؤخرا وأشدد المتحدث بإسم العمليات لواء تحسين الخفاج على أن القوات الأمنية تبذل جهدا استثنائيا لحماية أبراج الطاقة التي يركز عليها إرهابيو داعش في الآوينة الأخيرة وأكد أن الطائرات المسيرة سلاح مهم جدا في حماية وتأمين الأبراج وتعطي مرونة ودقة عاليا في ضبط الأمن وأحباط العمليات الإرهابية تساءل سياسيون ومراقبون بالشأن العراقي عن الوجه الآخر الذي يبديه بعض السياسيون مع قرب الانتخابات النيابية غير التباكي على أحوال النازحين والمناطق التي طالها دمار داعش إرهابي وإشاروا إلى أن هذه الشخصيات فقدت أهليتها المجتمعية ويحاولون رمي غيرهم بحجر فشلهم وتباهي بتضحيات غيرهم حيث كانوا شاهد زور على دمار المناطق وتهجير أهلها ويتقمصون اليوم دور المدافع عن عودة النازحين وأعرب المراقبون عن استغرابهم من ثقب ذاكرة البعض الذين تركوا مدنهم بعد دخول داعش ولم يطلقوا رصاصة ضده وهم في المسؤولية الأمنية افتتح النائب الأول لمحافظي صلاح الدين إسماعيل خدير الهلوب المسبح الأولمبي في مدينة تكريتا والذي تمت إعادة تأهله بشهود حكومة المحافظة وأحدى الشركات الاستثمارية وسيخدم المشروع الحركة الرياضية وشريحة الشباب المحافظة خصوصاً وأنه يعد من المشاريع الترفيهية والسياحية افتتحنا هذا المشروع ومشروع مسبح صلاح الدين الأولمبي وهو من المشاريع الاستثمارية الجديدة في محافظة صلاح الدين باعتقاد أنه هذا المشروع ناجح بكل المخاييس يخدم خصوصاً يخدم الرياضة في المحافظة ويخدم شريحة الشباب وكل المواطنين الذين يرغبون بموارسة الرياضة السباحة في هذا المكان هذا المسبح ومسبح كان في السابق مسبح مفتوح أصبح اليوم مسبح أولم في مغلق وأعتقد أنه هذا المشروع فيه الكثير من الفائدة العظيم للرياضين في محافظة صلاح الدين وفي مدينة تكريد اليوم شيء عظيم لمدينة تكريد بهكذا منجز كمسبح شاكوزي ساونة مطعم ساحات قضرة الحمد لله وشكر يعني إن شاء الله هذا فاتحة خير لمدينة تكريد نتمنى المدينة أو المستثمرين أن يبنون بعد واحد أو أكثر في منطقة القادسية شكرنا وتقديرنا الأخوان في وزارة الشباب والرياضة للمستثمر لإدارة المحافظة على هذا الإنجاز هذا المسبح حقيقة هو مسبح قديم وكان مدمر بسبب دخول إعصابات داعش المجنم تم إعادته بجهود المحافظة وبجهود أحد الشركات الاستثمارية يعتبر حقيقة متنفس للشباب في مدينة تكريد بهذا الظرف الصعب من هنا نبارك لأهنى في مدينة تكريد ولشبابنا على ابتتاع هذا المرفق الحقيقة الرياضي السياحي محافظ صلاح الدين ومدينة تكريد تشهد تقدم كبير في مجال الخدمات بجهود المحافظة وبجهود الدكتور المهندس عمار جبر خريف حقيقة له بصمة واضحة في تقديم الخدمات في جميع المرافق واليوم نشاهد ابتتاع هذا المرفق السياحي الكبير نظم عدد من ناشطين المدنيين في دائرة الهجرة والمهاجرين في رأس صلاح الدين ورشة عمل لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة لأحداث التغيير المنشودة إضافة إلى دعوة الأهالي لأخذ لقاح كورونا لأهميته في ضمان سلامة المجتمع ضمن سلسلة من الورشات لتوعية الناس بهمية المشاركة بالانتخابات حابنا نقدم هذه الورشة في دائرة الهجرة والمهاجرين باعتبارها هي من المؤسسات الحكومية التي تعني بهمية المواطن ودائما يجوها مواطنين يترددون عليها لعمل المعاملات الخاصة بهم بمعاملات النزوح والعودة سوينا هذه الورشة لأهميتها بهذا الوقت بالذات لمثل ما تعرفون أننا على أبواب انتخابات ودائما المواطني حاب يريد أن أهمية التغيير وليس نغير بمجتمعنا والحالات التي نشوفها الحالات السلبية خاصة إضافة إلى أنه قلت خدمات وتوفيرها لكن من إيجا فترة انتخابات فترة مهمة أنه أنت قادر كمواطن عادي إليك حق المشاركة بهذا الشيء إليك حق التغيير في الانتخابات صوتك مهم لازم تساهم بهذا الشيء من رح تقعد بالبيت وما لك علاقة بالموضوع رح يأثر عليك ويأثر عليها وهذا بالتالي ما رح نوصل على كل الحقوق اللي نطلبها إضافة إلى من ضمن هذه الورشات مالتنا عن توعية المواطنين بأهمية أخذ اللقاحات اللي موجودة مثل ما تعرفون أنه الفيروس انتشر بشكل واسع بالسنة اللي فاتت كانت صلاح الدين من المحافظات اللي بها عدد قليل من الحالات الإصابة وكنا ملتزمين بالوقاية والتباعد الاجتماعي لكن من صارت الفيروس وانتشر بيناتنا وصارت تعداد الوفيات كل شيء كبير صارت نوع من أنواع التهاون بين المواطنين فحبينا نرجع إلى أهمية التوعية بهذا الجانب أهمية أخذ اللقاح بما أنه اللقاح متوفر ومجاني بكل المراكز الصحية وبالمستشفيات فبضروري أنه من أجل أنه نحافظ على سلامتنا وصحتنا كمواطنين ونحافظ على أهلنا وأقربائنا وكبار السن اللي هم بركة بحياتنا من الأفضل أن نأخذ اللقاح أهمية التباعد الاجتماعي مهم ونتجنب أن نصيد دائما تجمعات في أي مماكن عامة هذا المشروع هو بكل حط للشباب المشاركة في الانتخابات القادمة لأن الانتخابات القادمة هو المهم والتغيير المهم للمواطن لأنه باقي كانت واقدة أيام سنوات الفاتتة يعني ما شفنا شيء يومنا كالشباب نريد أن نغير من هذه الحياة لأننا حتى تعيينها كل شيء فهذه الجلسة كانت مهمة جدا وحتنا على تغيير الواقع بادر ملتقى شباب تكريت بتوزيع الكمامات والبروشورات التوعوية لتشجيع المواطنين لأخذ لقاح كورونا صوصا مع زيادة أعداد الإصابات والوفيات إضافة إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لمن عدفش الوقاء بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا وتزايد أعداد الوفيات والزخم اللي حاصل على المستشفيات اليوم كان لملتقى شباب تكريت نشاط طوعوي للتذكير بضرورة الالتزام بالتوعية والالتزام بالنصاح وزارة الصحة اليوم كان نشاطنا عبارة عن توزيع الكمامات وتوزيع كرتات كرتات اللقاح طبعا هي كرتات كانت عبارة عن كرتات تشجيعية ومحفزة للقاح اليوم ندعو جميع المواطنين بتوجهوا إلى مراكز اللقاح لأن الوباء أصبح في مرحلة الخطرة وعداد المصابين وصلت إلى حد خطر فاليوم ننوح على أهلنا في محافظة صلاح الدين وفي العراق بصورة عامة أيضا على ضرورة أخذ اللقاح وإن شاء الله صحة والسلامة على شعبنا العراقي اليوم فعالية ملتقى شباب تكريت هو توزيع الكمامات على الموجودين في وسط مدينة تكريت وتوعية المواطنين وأيضا توزيع بروشرات للمواطنين لتوعيتهم لأن هناك بالفعل إصابات كثيرة في المدينة وفي أقفية محافظة صلاح الدين نتمنى من الأهالي الالتزام واليوم شباب مدينة تكريت مواقفهم مشرفة نرجو من نهلنا بأن هذا المرض على كل الشعب وندعوهم أن نتزمون بها الكمامة خاصة بالأماكن المزدحمة بسم الله الرحمن الرحيم وتستمر حملة ملتقى شباب تكريت لتوزيع الكمامات وحث المواطنين على التلقيح بعد تزايد الإصابات في مدينة تكريت قام متطوعي ملتقى شباب تكريت بتوزيع الكمامات على المواطنين للحث من خطورة جائحة فيروس كورونا أكد مدير عام صحة صلاح الدين الدكتور رائد إبراهيم حمد عدم وجود أزمة في الأكسجين في مستشفى ثمراء العام وذلك لأن مديرية الصحة وفرت هذه المادة بكميات كبيرة جدا كما نفى مدير مستشفى ثمراء حدوث نقص في الأكسجين فيما أثنى مراقب المرضى على دور الملاكات الطبية والصحية ومتابعتهم للحالات المرضية مستشفى ثمراء هو مستشفى مدعوم من قبل دائرة الصحة ولا تحتاج أي تبرع مشكورين أهلنا في ثمراء لكن إمكانياتنا لحد الآن نحن مسيطر علي الوضع مستشفى ثمراء فيها 15 يوجد في ردة العزل الآن هو 15 مريض فقط هذا بالإضافة إلى أنه يقابلها أنه لدينا طاقة إنتاجية كبيرة من معامل الأكسجين الموجودة في المحافظة يتم تجهيز مستشفى ثمراء يوميا على الأقل أكثر من 200 إلى 250 قنينة يوميا خلال 24 ساعة طاقتنا الإنتاجية كبيرة في محافظة صلاح الدين عندنا معامل الأكسجين مركزي طاقة الإنتاجية أكثر من 560 قنينة في اليوم وكذلك لدينا معامل في مستشفى ثمراء نفسها طاقة الإنتاجية 60 قنينة في اليوم بالإضافة إلى أنه عندنا تعاقدات مع معامل أكسجين أهلية في كاركوك وفي محافظة صلاح الدين أيضا في سامراء نفسها اليوم الوضع الوبائي خطير جدا هناك ارتفاع بعدد الإصابات عدد المرضى الراقدين في مركز المحافظة أكثر من بقية الأقضية الأكسجين متوفر بجهود العاملين في ردة العزل وبجهود الكوادر الإدارية وبجهود الكوادر الهندسية في مسافة صلاح الدين بالتعاون مع دعا صحة صلاح الدين كوادرنا تصل الليل بالنهار بليل أمساني يمكن ساعة ثلاثة بالليل نحن مطلعين سيارتين لنقل الأكسجين سيارة تجهد باتجاه كاركوك لجلب الأكسجين وسيارة ثانية تجهد باتجاه معمل صلاح الدين تكرية لجلب الأكسجين نتيجة عطل المعمل أهلي في قضاء السامراء الموقف كل جيد دا يتوفر أكسجين وأكسجين عندي هذا خزن مع العزل وعندي خزن بالبرة وأكسجين كلش متوفر من الداعرة ومن المعمل للناس الخيرة أي نقص ما عدنا وأي أزمة ما عدنا واحد من ضمن المرضى يمكن 12 بطل هم جاعة يجيبوا لي ودوا لحارتها شوية لا أبد ولا أدكاترة هاي من الصبح وبالليل والمغرب كلهم والمضامدات كلها درجة أولى الأكسجين حتى احتياط يخلوهم لا والله حيل درجة أولى يجون واني والله جاي يجون هاي مشاعر متواجدين ضمن حملة الأعمار التي أطلقها محافظ صلاح دين تمت المباشرة بتسليم أعمال مد شبكات مشروع الماء والمجاري وطبليت الشارع الرئيسي لقضاء ضلوعية للشركة المنفذة وذلك للمباشرة بالعمل بشكل فعلي خلال الأيام القليلة المقبلة تم إجراء الكشف الموقعي على مشروعي شبكة الماء والمجاري للضلوعية وتطوير الشارع الرئيسي لقضاء الضلوعية وتم تسليم الموقع بشكل ابتدائي للشركة المنفذة للمباشرة بأخذ النقاط وإجراء المسوحات الميدانية كواقع حال لتصميم شبكة تصريف مياه الأمطار والمباشرة بالأعمال بشكل فعلي في بداية الأسبوع القادم بعد استكمال الجراءات التي تتخص المسوحات الميدانية للموقع بلا شك المشروعين محددة مشروع شبكة المجاري هو 300 يوم ومشروع التطوير 360 يوم وإن شاء الله حسب ما تم الاتفاق مع الشركة المنفذة أن تكون نجازة هذا المشروع قبل هذه الفترة بكثير بإذن الله نحن في صندوق إعادة العمار الضوابط التي يتم إحالة المشاريع إليها يجب أن تكون هناك أعمال مماثلة وعلى أن لا تتجارس فيها السنوات الثلاثة السابقة من الآن أعمال مماثلة لهذه المشاريع وهذه الشركة كما مبين بأعمالها التي تم اطلاع عليها الشركة لها كفاءة مالية وعندها أعمال مماثلة في مختلف محافظات صلاح الدين وبلا شك أن الجهد يكون على الكادر الهندسي المشرف بالدرجة الأولى ومن ثم على الشركة المنفذة بلدية قضاء الضلوعية والإدارة المحلية في قضاء الضلوعية وقياس الشرطة أبدأ المساعدة التامة والجيدة للشركة والكوادر وإن شاء الله يكون التعاون مشترك كفريق واحد مشترك بين صندوق العمار وبلدية الضلوعية وقضاء الضلوعية المباشرة بأعمال تسليم الموقع للشركة المنفذة على مد شبكة المجاري ومياه التصريف وتطوير الشارع الرئيسي في قضاء الضلوعية المسافة طبعا من الجسر الخشبي نهاية بداية للمستشفى الحارث مسارين جزرة وسطية أرصف هي من يسار مج شبكة مجاري مياه همطار ومج شبكة مياه الإسالة مشروع الطاقة البديلة أصبح ملفا مهما لدى أغلب دول العالم ولهذا بدأت جامعة صامراء محاولاتها لاستثمار الطاقة الشمسية في مختبراتها والتي يمكن استثمارها في البلاد دعية إلى استقطاب الأساتذة المختصين والطاقات الشبابية ودعم الجهة الساندة لهذا المشروع تعد الطاقة النظيفة من المصادر الطاقة المهمة في المستقبل القريب لأن العديد من دول العالم سوف تعتمد على الطاقة البديلة التي هي طاقة الشمس وطاقة الرياح وطاقة الأمواج وحتى طاقة حركة المياه التي نعرفها حتى إن كانت غير طبيعية وإنما المصطنعة من خلال السدود فجامعة صامراء تحاول تستثمر هذه الطاقة من خلال الطاقة الشمسية التي هي أول نوع من أنواع الطاقة هذه الفكرة المستخدمة استخدمت لدينا من الممكن توظيفها بالشكل الصحيح لاستثمرها لجميع دوائر الدولة وحتى البلاد من خلال أهم شيء هو الإشراف الكامل من خلال الطاقات الشبابية والأساتذة المهندسين ضمن الجامعات العراقية والجامعة السامراء لأن آلية توظيفها نوعا ما لا تحتاج لها الأمور الصعبة لأن حتى داخل البيوت يستخدمها العديد من الأشخاص حتى خبراتهم البسيطة فقط آلية الربط أكيد التوظيف هو مهم والإشراف من قبل الجهات الساندة هي مهمة لدعم هذه الفكرة والوصول بها إلى المستوى اللائق للبلاد تم تنصيب وتشغيل منظومة طاقة شمسية بقدرة 40 واط تم تنصيبها والعمل بها ضمن مختبر التحليلات الآل المتقدم حيث هذا المختبر يضم أجهزة عديدة أجهزة متقدمة للتحليلات هذه الأجهزة حساسة لأي انقطاع مفاجئ للكهرباء قد يؤدي إلى عطلها وهي غالية الأثمان جدا يؤدي إلى نتائج خاطئة غير دقيقة فبدأت الفكرة أنه أيضا إسهام من عندنا بمحاولة إيجاد طاقة نظيفة بديلة محافظة على البيئة المساهمة في موضوع الاحتباس الحراري بالإضافة إلى أن هذه الوفرة لطاقة مستمرة على طول 24 ساعة بحيث ممكن أزيد الإنتاج العلمي للجامعة والكلية سلم وزير الخارجية فؤاد حسين الرئيس تركي رجل طيب أردوغان دعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لحضور مؤتمر قمة الجوار العراقي المقرر عقدها في بغداد نهاية الشهر الجاري على مستوى القادة ويقول مراقبون أن الكاظمي يحضر لمؤتمر قليمي كبير لتقريب وجهة النظر بين دول المنطقة بحيث تكون المصالح مشتركة حجر الزاوية في التعاون المستقبلي بعيدا عن الوقوع ضحية المناكفات الدولية مضيفين أن نتيجة الأهم المتوقعة نجاح العراق في عقد مصالحة تركية مصرية وإيرانية سعودية لإعادة توزيع مراكز النفوذ وأبعاد العراق عن سياسة المحاور الأمنية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الاجتماع الذي عقد في القصر الحكومي مع القوى الوطنية بحضور رئيس مجلس نوام حمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فأقزيدان ومفوضية الانتخابات وبعثت الأمم المتحدة في العراق أجمعت فيه القوى السياسية على إجراء الانتخابات بموعدها وقال بيان لمكتب الكاظمي أن المفوضية أعلنت استعدادها فنياً وقدرتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في العاشر من تشرين الأول مقبل فيما أكد الكاظمي تمسك الحكومة بالموعد المقرر وقدرتها على توفير الأجواء الملائمة لإجرائها وبإنسيابية عالية واقترح الكاظمي تشكيل لجنة من القوى السياسية الوطنية للحوار مع الكتل المقاطعة وأقناعها بالعدول عن قرارها من أجل توحيد الجهود خلال المرحلة المقبلة وأعلنت المفوضية العلية المستقلة للانتخابات حجب البطاقة قصيرة الأمد لعامي 2015-2016 من سجل الناخبين وذكر بيان للمفوضية أن مع دخول المرحلة الحاسمة للاستعدادات الانتخابية وبدء العد التنازلي ليوم الاقتراع الذي تقرر إجرائه في العاشر من شهر تشرين الأول مقبل تستنفر المفوضية العلية المستقلة للانتخابات جميع ملاكاتها وجهودها وطاقتها لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المقبل بمستوى عال من الشهفية والنزهة بما يتوافق والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية وأكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جيرين فليد أن فريق الأمم المتحدة الذي يرافق الانتخابات العراقية في تشرين الأول سيكون الأكبر من نوعه حتى الآن وقالت سيكون فريق المساعدة الانتخابية أكبر وأكثر تقدما وأفضل تجهيزا من فرق الانتخابات السابقة وحذرت جيرين فليد من الضغوط السياسية وتدخلات وترهيب وتدفقات المالية غير المشروعة التي يمكن أن تعرض مصداقية الانتخابات للخطر سجل العراق 8346 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل شفاء 9053 حالة وأفات 57 إصابة فيما استبعدت وزارة الصحة فرض حاضر للتجوال لمدة 14 يوما عزية ذلك لوجود دواع اقتصادية واجتماعية إلى ذلك وصلت إلى العراق مليوني جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس من إنتاج شركتي فايزر الأمريكية وسينوفارم الصينية وهي أعلى كميات مستلمة خلال يوم واحد طالب قانونيون ومواطنون الرئاسات بفتح ملف السجون وما يدور بشأنه من خروقات من خارج المؤسسة العدلية مشيرين إلى أن مافيا تتحكم بواقع السجون تختص بالمخدرات وأخرى تختص ببيع وشراء السجناء ومجموعة أخرى تختص بالهواتف والأنترنت وأشار إلى خطورة الإبقاء على الاقتضاظ الحالي في سجون مع ارتفاع ملحوظ بعدد الوفيات بين النزلاء وأمراض مختلفة محاضرين من وقوف هذه المافيات حجر عثرة أمام أي جهد حكومي للعفو الخاص أو تسريح النزلاء غير المتورطين بالدم العراقي فيما بات ملحن تنفيذ العقوبات التي اكتسبت الدرجة القطعية ضد الإرهابيين الذين تورطوا بالدم العراقي لأن بقاءهم في سجون يمنحهم فرصة لتشكيل عصابات جديدة تتابع وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فاق جابرو قضية العراقيين الذين وقعوا ضحية الهجرة غير الشرعية وشبكات الإتجار في البشر فيما داعت الراغبين بالعودة إلى الوطن إلى التواصل مع الوزارة وقال جابرو نقدر كل المسببات التي تدفع شبابنا لهذا الطريق لكن ومع ذلك نؤكد أنهم جوهر المجتمع ويحزننا أن نفقد أي منهم نتيجة لوعود كاذبة ونحثهم على الصمود أمام التحديات والوقوف معا لتجاوز كل ما يعصف بالوطن من محن فمن دونهم يستحيل النهوض والعمل وأضافت أننا ملتزمون بموقفنا الرسمي الذي نعبر عنه في كل المحافل بأننا مع العودة الطوعية لأي مهاجر وضرورة الالتزام بالتعامل الإنساني والكريم مع كل العراقيين العالقين في بلاروسيا ولتوانيا أظهرت أرقام الإنفاق في موازنات العراق منذ 2003 وحتى اليوم تفاوتا كبيرا بين معدل الإنفاق على القطاعات المختلفة حيث يسيطر الجانب العسكري على مجمل الإنفاق لتكون وزارات داخلية والدفاع الأكثر إنفاقا مقارنة من الوزارات والقطاعات الأخرى ويقول اقتصاديون أن معدل الإنفاق الحكومة العراقية على قطاع التعليم أقل بنسبة 10% مقارنة مع الدول المجاورة في شرق الأوسط وضحين أن الموازنة التشغيلية تمثل 93% من مجموع موازنة التعليم ولا يمثل الاستثمار فيه أكثر من 1% من مجمل الموازنة العامة داعينا إلى تخصيص جزء من عائدات النفط لتنفيذ برنامج شامل للتربية والتعليم مشابه لبرنامج البترو دولار للمحافظات حدد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأعمار الصباح باللطيف الأليات التي ستتبع الحكومة في بناء قطع الأراضي التي ستوزعها بين المواطنين الذين تقدموا بأكثر من مليونين طلب عبر ملصة داري وأضاف أن الآلية الأولى تتضمن تقديم صاحب الأرض لمنح قردا ماليا من خلال صندوق الإسكاني أو المصرف العقاري والخيار الثاني بإحالة بعض المواقع على شركات استثمارية لبناء دون واطئة الكلفة لكن بمواصفات وجودة عالية على هذا أساس يمنح المواطن قردا لتسديد سعر المنزل الذي سيبنى عبر تلك الشركات وأشار عبل طيف لأن الحكومة تتعمل اليوم على مشروع عملاق في مدينة الصدر يضم بناء 91 ألف وحدة سكنية ويسكن فيها ما يقارب 620 ألف شخص موضحا أن هناك مجمعات سكنية نواطئة الكلفة تعمل وزارة الأعمار والإسكان في كل المحافظات لتوزيعها بين الفئات المستحقة كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين عن وجود ما يقارب مليون عامل أجنبي ينافسون العمال المحلين على فرص العمل وأوضح عدو اللجنة فاضل الفتلاوي أن نسبة عالية منهم دخلوا إلى العراق بطريقة غير شرعية ومخالفة للقانون عن طريق شركات أو التهريب بطرق معينة داعينا الحكومة إلى سيطرة على المنافذ الحدودية والمطارات عبرت الفنانة العراقية رحمة رياض أحمد عن إعجابها لمحافظة صلاح الدين وأبنائها فعلى همش توقيع شركة كوريك للاتصالات عقد رعاية مع الفنانة فعدلت الأخيرة بتصريحا خصب به قناة صلاح الدين قائلة إنها تتمنى زيارة المحافظة قريبا ولقاء أهلها جمهوري الحبيب في صلاح الدين أتمنى لكم الخير يا رب دائم شكرا على محبتكم وعلى اهتمامكم وإن شاء الله أشوفكم قريبا بصلاح الدين والله نفسي أزور المحافظات يعني ما رايح عملي صلاح الدين تتابعونا في نشرتنا بعض الفاصل مكتب مفاوضية انتخابات دهوك يعلن استعداده لاقتراع تشرين الأول المقبل والبنك الدولي يؤكد حرصه على حقوق كردستان كونه جزءا من العراق والسعودية تستأنف العمرة للمعتمرين من الخارج وفق شروط والخرطوم ترفض اتهامات المسؤولين الأثيوبين بشأن تيجرايا وتوالي تساقط المدن الأفغانية على يد طالبان وحرائق اليونان المتواصلة تجبر المئات على الفراري وتدمر منازل وفي وداع برشلونة ميسي يصدم الجميع ويدخل باكيا وعجزا عن الكلام أهلا بكم مجددا إلى التفاصيل علنا مكتب دهوك المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استكمال الاستعدادات الفنية لإجراء الانتخابات في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل وقال خالد عباس مدير المكتب في مؤتمر صحفي أن المكتب أجرى اختبارات تشغيل على أجهزة التصويت وسيكون هناك فحص فني للأجهزة قبل الانتخابات وكشف عباس أن عدد المراكز للتصويتين الخاص والعام يبلغ 292 مركزا إضافة إلى 31 مركزا لتصويت النازحين وأشار إلى أن عدد الناخبين للتصويت العام يبلغوا 778 ألف ناخب و51 ألف للتصويت الخاص و70 ألف من النازحين أكد رئيس مكتب البنك الدولي في العراق رمزي عفيف نعمان حرص البنك الدولي على حقوق إقليم كردستان كونه جزءا من العراق وقال نعمان أن العلاقة بين البنك الدولي والعراق ليست بجديدة وهناك محفظة كبيرة من المشاريع في العراق وإنما الجديد هو الاستراتيجية التي أعدها البنك الدولي للسنوات الخمس القادمة مضيفا أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على دعم العراق خاصة أن العراق قد وضع برنامجا إصلاحيا وهو الورقة البيضاء التي وافقت عليها الحكومة ووضعت لها آلية تنفيذة مؤكدا أن البنك الدولي والمجتمع الدولي يقومان بمساعدة العراق في تنفيذ هذه الإصلاحات الأساسية التي تواجه المشاكل الهيكلية التي عانى منها العراق في السنوات الماضية والتي زادت بسبب التظاهرات وبعدها كورونا وتدعيتها وتدني أسعار النفط حيث شهد الاقتصاد العراقي أزمة كبيرة بسببها أعلنت السعودية أنها ستستأنف العمرة تدريجيا للمعتمرين الملقحين الوافدين من مختلف دول العالم بعد نحو 18 شهرا من تعليق قبول المعتمرين من خارج البلاد بسبب كوفيد-19 وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من تنظيم موسم حج مصغر شارك فيه 60 ألف حاج من سكان البلاد الملقحين بالكامل ضد الفيروس وأعلنت وزارة الحج والعمرة أنه سيتم استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيا اعتبارا من الأثنين الموافقة التاسع من آب لأداء مناسك العمرة وزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النووي الشريف وأضافت بخصوص المعتمرين القادمين من خارج المملكة أنه يجب إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر مع اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة واللقاحات المعتمدة في المملكة هي بيونتيك فايزر وأسرازينيكا وموديرنا أو جرعة واحدة من لقاح جونسون أن جونسون أعربت وزارة الخارجية السودانية عن رفضها لتصريحات عددين من المسؤولين الأثيوبيين الكبار الذين يتجاهلوا العرض السوداني للوساطة بشأن الصراع في إقليم التجرايا وكان عدد من المسؤولين في أثيوبيا رفضوا العرض الذي قدمته الخرطوم باعتبار أن الأخيرة غير محايدة فهي بحسبهم تحتل أراضي أثيوبية وقالت الخارجيين الأثيوبية في بيان أن الإحاء بلعب السودان دوراً في النزاع والدعاء الاحتلال هو استمرار لما درجت عليه أثيوبيا من تجاوز الحقائق في علاقتها بالسودان وترويج مزاعم لا تمتلك لها سنداً وأشددت على أن اهتمام السودان بحل نزاع تجراي هو جزء من التزامه بالسلام والاستقرار الإقليميين وتعبير عن حرصه على استثباب الأوضاع في أثيوبيا ولا تضامني فيما تواجه من تحديات سقطت مدينة ساريبول الواقعة في شمال غرب أفغانستان بأيدي حركة طالبان التي استولت بذلك على رابع عاصمة ولاية خلال ثلاثة أيام وأقال محمد حسين مجاهد زادة عضو مجلس ولاية ساريبول أن طالبان حاصرت كتيبة عسكرية على مشارف المدينة وأكيداً أن كل الأجزاء الأخرى للمدينة أصبحت تحت سيطرة طالبان وجاءت السيطرة بعدما خاضت الحركة معارك طاحنة ضد القوات الحكومية في المدينة التي تحمل نفس اسم الولاية كما ذكر مسؤولنا لفرانس بريز وقال شهود عيان في قندوز أن مقاتلي طالبان وصلوا إلى الساحة الرئيسية في المدينة والطائرات تقصفهم وهناك فوضى عارمة في المدينة وتخلت القوات الحكومية الأفغانية إلى حد كبير عن الريف للمسلحين لكنها تدافع الآن عن مدن في جميع أنحاء البلاد تواجه اليونان وتركيا حرائق مدمرة منذ ناحي إسبوعين فيما تشهد المنطقة أسوأ موجة حرم منذ عقودة ويكافح مئات عناصر إدفاء لسيطرة على حرائق في جزيرة إيفيا اليونانية أتت على مساحات شاسعة من غابة الصنوبل وذمرت منازل وأجبرت سياحا وسكانا على الفرار كما استعرت الميران في منطقة بيلو بونز في جنوب غرب البلاد لكن تراجعت حدة الحرائق المشتعلة في ضحية شمال أثناء وأشار مسؤولون وخبراء إلى وجود رابط بين أحداث تقص غير مألوفة كهذه وتغير المناخية وأدت الحرائق حتى الآن إلى مقتل شخصين في اليونان وثمانية في تركيا المجاورة فيما نقل العشرات إلى المستشفيات وبينما خففت الأمطار من حدة الحرائق في تركيا خلال عطلة نهاية الأسبوع لا تزال اليونان تعاني في ضد درجات حرارة مرتفعة للغاية شيعت إلى مثواه الفنانة دلال عبد العزيز التي توفيت عن عمرا يناهز الواحد وستون عاما بعد صراعا مع المرضى حيث ورية جثمانها في مثواه الأخير بمقابر الأسرة في مدينة نصر وبجوار زوجها الفنانة الراحل تمير غانم وأقيمت صلاق الجنازة في مسجد المشير تنطوي بحضور أسرتها وعدد كبير من نجوم الفن لتدفن بعدها إلى جوار زوجها الذي توفي قبلها بعشرة أسابيع وتوافد الفنانون وعدد كبير من محبي وأقارب الأسرة للمشاركة في تشيئة شارك دلال وسامير في أكثر من 19 عملا وامتدت مسيرتها الفنية لأربعة عقودة شملت نحو مئتي عمل سينمائي ومسرحي وتلفزيوني أخيرها مسلسل ملوك الجدعانة وكما شاركت زوجها سامير غانم الحياة الشخصية والفنية شاركته أيضا في سبب الوفاة حيث أصيب الأثنان بفيروس كورونا في إبريل الماضي ليتوفى سامير غانم في مايو وتلحقه دلال في 7 أغسطس صدم النجم الأرجنتيني ليونال ميسي الجماهير وكل من كان يتابعه في المؤتمر الصحفي الوداعي الخاص الذي أعلن فيه رحيله عن برشلونة رسميا وبدأ في قمة الحزن والأسف على ما حصل ولحظة دخول النجم الأرجنتيني إلى القاعة الخاصة بالمؤتمر الصحفي انهمرت دموعه في لقطات حزينة وقاسية صدمت الجميع ولم يتمكن ميسي من التحدث من أمام المنبر إلا بعد دقائق لأنه كان حزينا ومتأثرا بشكل كبير وبعد أن توقف ميسي عن البكاء التقطت الكاميرات ردد فعلي بعض اللاعبين الحاضرين في المؤتمر الصحفي وظهرت دموع في عيونهم متأثرين برحيله عن برشلونة ليصفق الجميع بعد ذلك عندما استعاد الأرجنتيني توازنه ووقف على المنصة وأتحدث قائلا أنه يوم حزين جدا كنت أود أن أستمر في هذا النادي لكن الظروف كانت حائقة نجحنا مع بعضنا البعض في تحقيق الانتصارات وأيضا شعرت بأنني موجود بين أسرة خلال مسيرتي مع نادي برشلونة لقد كنت واضحا وشفافا مع الجميع وفعلت كل شيء للبقاء وخفت راتبي إلى 50% دون أن يطلب مني لكن كما ذكرت الظروف أعاقة الاستمرار إنه يوم حزين جدا كنت أود أن أستمر في هذا النادي لكن الظروف كانت عائقة نجحنا مع بعضنا البعض في تحقيق الانتصارات وأيضا شعرت بأنني موجود بين عائلاتي خلال مسيرتي مع نادي برشلونة ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة إلى تذكير بأبرز وأهم العنوين محافظ صلاح الدين يبحث مع المسؤولين في وزارة الكهرباء خطة مشتركة لحماية أبراج الطاقة من العمليات التقريبية مراقبنا يسألون سياسي الوجه الآخر عما قدموه للنازحين والمناطق المدمرة غير بكاء للانتخابات أهالي صلاح الدين يسجلون حضورا متميزا في منافذ لقاح كورونا وصحة تنفي وجود نقص للأكسجين في مستشفاعة المحافظة موسيقى 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 موسيقى